أجمع منتجو التفاح بولاية باتنا على أهمية هذه القرارات التي لطالما انتظروها سنوات طوال قراراتي لن أثقين الوزاراتين، الوزارة البلاحة، الوزارة التجارة هذا خدمت المستهلك، خدمت لباس لباس، فلسنقسنت لعبارة القدرة الشرعية في هذا الاجتماع ترق المجموعة من نقاط، نشوف فيها نقاط جريئة جدا تخدم الفلاح في عمقها، في صلبها، تخدم الفلاح بينها تخلق فضاءات مهمة ومجانية للفلاح لتسويق منتوج انتاعه قرارات ستسمح بتقليل عدد الوسطاء، ما من شأنه وصول فاكهة التفاح إلى المستهلك بأسعار منخفضة تقليل سلسلة الوسطاء، سلسلة توريد حتى يوصل المنتوج للمستهلك بسعر مقبول ثانياً توفير نقل مجاني للفلاح لتخفضه من تكلفة نهائياً للمنتوج بحيث يوصل للمستهلك بسعر مقبول دروكاً كاين فرد واسيط لي هو أنا ونتعامل معه وصطاء بزاف من ولايات بزاف يجيوني من سطيف، من البرج، يجيوني من ميلة، بارتو ونخدم معهم هذا والقرو كما هذا يشريوا علي أنا، كاين وصطاء أخرين يزدوا يتعاملوا معهم كاين لي يخدم بالقرو ثاني أنا نبيع له بسوما تاع القرو ويزدي بحاقر وكاين لي يخدم هذا ديطاي وباعتبار أن عملية جني التفاح هذه السنة على وشك الانتهاء فإن ذلك سيعطي متسعاً من الوقت للبحث عن آليات تطبيق هذه القرارات قبيل موسم جني التفاح العام المقبل